بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم تلاميز الصف الخامس الابتدائي بقناة انجليزي ابتدائي مع مساناء السمال وصلنا لصفحة 189 من كتاب جيم كتاب الاضوار 189 عليها ايه؟ عليها test 2 الامتحان الثاني على اليونتس 43 او اربعة عندنا الامتحان الثاني ده معمولة على الوحدتين التالتة والربعة selected from school exams يعني مختارة من امتحانات المدارس اول حاجة هنا زي ما احنا متعودين listening listening الاستماع فيه سؤالين استماع السؤال الاول عبارة عن كلمات والسؤال التاني عبارة عن ايه conversation يعني اه حوار بين اتنين ناخد اول حاجة هنا انا هقول واحد من الكلمات دول تسمعني علشان تختار صح اول حاجة هنا في الحرف ايه هقول cleaned في الحرف بي هقول بودل بودل هادي بودل في الحرف سي هقول greeted greeted هادي greeted يبقى احنا ساعة احنا كده حلينا سؤال الاستماع الاول سؤال التاني listen and complete استمع واكمل في حوار هنا بين علي ونادر علي بيقولي where was mona where was mona نادر she was in her room نجيب القلم علشان نكتب she was in her room يبقى احنا قلنا ايه هنا room حجرة هادي room طيب علي what did she do what did she do يبقى انت سمعتيني هنا قلت دو نادر بيقول ايه she made her bed she made made her bed her bed هي ايه بتا بتسري لها علي بيقول ايه did she feed the beds did she feed the beds هادي feed يعني اطعمة هل هي كده اطعمة بتس اللي هي الحيوانات الاليفة كده كملنا سؤال الاستماع الثاني number b بيقول ايه reading قراءة number three بيقول ايه circle the word and replace it with a correct one ضع دائرة حول الكلمة المختلفة واستبدلها بكلمة صحيحة number one where how when where where طيب عشان نعرف الكلمة المختلفة نعرف معنى كل واحدة فيهم where اين دي كلمة استفهام نبدأ بيها السؤال وممكن نقول عليها اداة استفهام how كيف دي برضو اداة استفهام نبدأ بيها السؤال when اداة استفهام معناها متى اما where دي صح هادي وط معناها ايه ما او مال طيب number two بيقول ايه لفد لفد invite ويتد كقد هادي invited يعني دعاة ممكن نجيبه هو ولو مش عارفين التصريف التاني بتاعه ممكن نجيب فعل مختلف تماما في الماضي ممكن نقول played وهيبقى زي دوه number three هنا strong cry heavy hungry ايه المختلف المختلف هو cry ليه لانه cry ده فعل cry فعل لكن strong صفة معناها قوي heavy صفة معناها ثقيل ثقيل الوزن hungry دي صفة معناها جوعان احنا عايزين صفة زي التلاتة دول نستبدل الفعل بصفة اي صفة تعرف تكتبها على طول اكتبها ممكن نكتب happy ممكن نكتب sad ممكن نكتب angry انا هكتب happy هادي happy دي صفة معناها ايه سعيد number four clothes ملابس pets اللي هي الحيوانات الاليفة groceries بقالة take فعل take معناها ايه يأخذ يبقى ايه المختلف المختلف هو take ليه لانه ده فعل take فعل لكن دول nouns اسماء ايه يبقى احنا محتاجين نجيب اسم زي ده ممكن نقول ايه كلمات بسيطة قلنا كتير نعرف نكتبها ممكن نكتب ببساطة bid هادي bid سريب chair نكتب اي حاجة طيب number five chair كرسي بص autopiece bicycle اللي هي الدراكة train قطار يبقى ايه المختلف المختلف هو chair ليه لان chair ده اسم اثاث في المنزل لكن دول وسائل مواصلات يبقى احنا محتاجين نجيب اسم من اسماء وسائل مواصلات زي ده ممكن نجيب ايه plane plane طائرة يبقى هنكتب هنا ايه دي plane طائرة طيب نشوف صفحة مية تسعة مية مية وتسعين صفحة مية وتسعين number four بيقول ايه fill in the gaps using words in the box املأ الفراغات باستخدام الكلمات اللي في الصندوق طب ايه الكلمات اللي في الصندوق boat الفعل boat في الماضي معناه اشترا home منزل in ده حرف جر معناه في او داخل at ده حرف جر برضو يجي للأماكن وللساعات breakfast ده اسم واجبة من واجبات اليوم اللي هي واجبة ايه الافطار last summer الصيف الماضي مونا اند هو ده عملوا ايه went to the beach يعني ذهبوا ليه الشاطئ they walk up يعني هم استيقظوا ايه six o'clock يبقى احنا محتاجين هنا حرف جر يستخدم مع ايه مع الساعات هنقول ايه at at للساعات خلاص نحفظها كده يبقى هنكتب هنا at اهيه ونضع عليها علامة علشان من اختارها اشتاني ها دي at خلاص خدناه طيب بعد كده they had a at seven o'clock هم تناولوا ايه اللي تناولوا في الساعة السابعة صباحا طبعا واجبة الافطار اللي هي ايه breakfast يبقى هنحط عليها علامة وبعد كده هنكتبها في الفراغ هنا ها دي breakfast ها دي breakfast اللي هو ايه الافطار مونة عايز هنا نكتب حاجة في الفراغ an ice cream يا ترى هتعمل ايه هنختار both ولا home ولا in طبعا both both معناها ايه اشترت يبقى هنكتب هنا both ah deep both معناها ايه اشترت ونحط علامة على both اهي عشان ما نختار هاشتان هودا drank orange juice هودا شربت عصير البرتقال they enjoyed the sea هم استمتعوا بي البحر they went back ايه in the evening هما رجعوا لل ايه في المساء رجعوا للبيت home يبقى they went back home يجيب القلم علشان نكتب هنا ايه home في الفراغ الاخير هنا home كده احنا خلصنا كل الفراغات المطلوبة مننا طيب بعد كده الفقرة دي بتقول ايه read the passage and answer the questions اقرأ الفقرة واجب عن الاسئلة mona went to cairo yesterday mona ذهبت للقاهرة الامس she wanted to visit the Egyptian museum هي ارادت ان تزور ايه المتعف المصري she had a map هي لديها خريطة she didn't know the way to the museum هي لم تعرف الطريق للمتحف and looked for it وكانت تبحث عنه او بحثت عنه she asked a policeman هي سألت ايه a policeman اللي هو رجل الشرطة about the way سألت عن المكان عن the way اللي هو الطريق he said walk to blocks هو قال walk to blocks يعني امشي عمرتين المسافتين اللي هما ايه العمرتين السكنتين طيب turn right يعني استديري او اتجهي right اليمين it's on the left انه على اليسار هو كده وصف لها مكان الميوزيوم اللي هو ايه المتحف المتحف mona thanked him mona شكرته very much كثيرا it was easy to go لقد كان سهلا ان تذهب للمكان اللي هي كت بتسأل عنه she arrived at the museum هي وصلت للمتحف at 11 o'clock في الساعة الحادية عشر كده احنا قلنا الفقرة ترجمناها نبدأ نشوف الاسئلة فلنزا بلانك بوكسز with true or false عايزنا نضع true or false حسب الجملة وهل هي تتمشى مع القطع اللي احنا قلناها ام لا المتحف في الجيزة هل المتحف في الجيزة لا طبعا المتحف فين تو كايرو هي راحة القاهرة يبقى المتحف المصري موجود فين في القاهرة يبقى هنعمل هنا ايه نكتب if طيب number two Mona knows the way to the museum Mona تعرف الطريق للمتحف هل هي كانت تعرف الطريق لا طبعا false يبقى هنكتب false بالدليل ان هي سألت ايه a police man the way was easy الطريق كان سهلا ايوة true الطريق كان سهل واذي الدليل it was easy to go بعد مواصف لها رجل police الطريق هي على طول عرفت تروح المكان لانه كان طريق سهل طيب answer the following questions اجيب عن الاسئلة التالية who helped Mona من ساعد من a police man يبقى هنجيب دي نجيب القلم لحظة عشان نعلم على الاجابة a police man رجل شرطة هو اللي يساعد من يبقى هناخد الكلمة دي ونكتبها هنا اجابة number four اما number five بيقوله when did Mona arrive at the museum متى وصلت منة للمتحف وصلت امتا فاكرين at eleven o'clock واد الدليل من القطعة نفسها اهي at eleven o'clock بيقول ايه arrived at the museum هي ذهبت او وصلت هي وصلت للمتحف في الساعة الحالية عشر يبقى هناخد ونكتبها هنا في اجابة number five نشوف صفحة 191 فيها اخر جزء في الامتحان عندنا جزء ايه writing الكتابة number six rearrange the following words to make correct sentences قعد ترتيب الكلمات الاتية لتصنع جمال صحيحة number one بيقول ايه have number you wrong the عايزيقول ايه يبدأ بيو يقول هي ايه فاعل بعد الفاعل يجي ايه الفاعل فين الفاعل have طيب هنقول you have ايه the wrong number يعني انت طلبت ايه الرقم الخطأ نبدأ نكتب بقت تي بالصحيح نبدأ اول حاجة بيو هذه نبدأ بس لحظة capital you have the wrong number ايه دي اللي احنا قلنا عليه ايه the wrong number ونضع خلاص انت طلبت الرقم الخطأ طيب number two بيقول ايه you did say right turn ده سؤال عايزي نبدأ بيه did did هنا معناها هل في الماضي البسيط طيب نبدأ الفعل نبدأ السؤال بيه بالفعل المساعد اللي هو did معناها ايه قلنا هل طيب بعد did يجي فاعل المساعد فاعل فاعل اصلي طيب فين الفاعل الفاعل هو you طيب فين الفاعل الاصلي هو ايه say طيب بعد كده يبقى did you say هل قلت turn right استدر يمينا هادي turn right يعني يمينا هادي السؤال ونضع علامة استفهان did you say turn right هل قلت استدر يمينا number three هنا a prize a prize هي ايه جائزة she هي when فازت didn't ايه لم يبقى عايز اقول هي لم تفز هي لم تفز بجائزة نقول ها ازاي نقول اول حاجة she نبدأ كبت نقول she بعد كده الاداة المنفية اللي هي ايه didn't نكتب didn't بعد كده الفاعل في المصدر اللي هو ايه when ونكمل a prize a prize اللي هو ايه جائزة ها دي a prize جائزة ونضع خلاص في بستو she didn't win a prize هي لم تفز بجائزة number four بيقول you watch did sunrise the ده سؤال بدي بايه did طيب نكتب اول حاجة did معناها قلنا ايه هل في الماضي البسيط بعد الفاعل المساعد ييجي ايه الفاعل مين الفاعل you اه دي الفاعل you بعدها الفاعل الاصلي اللي هو ايه watch watch يعني يشاهد طيب did you watch the sun rise the sun rise the sun rise اللي هو ايه شروق الشمس ونضع علامة استفهام عرفنا ازاي راتبنا السؤال عملنا ايه جبنا اول حاجة الفاعل المساعد بعد كده الفاعل اللي هو you بعد كده الفاعل الاصلي watch وكملنا بعد كده ايه the sun rise دي تي ايه عشان تبقى the sun rise number seven بيقول ايه look and write a paragraph of five sentences انظر واكتب ايه paragraph فقرة من خمس جمل طيب الفقرة عايزينها من خمس جمل عن الصورة التالية الصورة دي صورة ايه واضحا هي سينما فيها بعض نجوم السينما طيب وده اه راجل اللي بيحجز التذكرة او بيديك التذكرة انت بتشتري منه تذاكر وبتروح تحضر اللي انت عايزو فيه السينما طيب ممكن نوصف هذا المشهد ازاي اول حاجة قلنا نسيب مسافة كلمة فراغ yesterday امس بعد كده I went to see a film انا ذهبت لقرى فيلم with my friend مع صديقي it was a comic film لقد كان فيلم comedy we bought tickets نحن اشترينا tickets we bought some popcorn اشترينا بعض ايه الفشار it was delicious اللي هو ايه الفشار it was delicious لقد كان لذيذة we enjoyed the film نحن استمتعنا بالفيلم مش احنا راحين سينما نستمتع بالفيلم we went back home يعني نحن رجعنا للبيت at ten o'clock في الساعة كام العاشر it was a nice day لقد كان يوما لطيفا كده احنا من خلال مشهد واحد حكينا ايه اللي عملناه واشترينا ايه وشفنا ايه وكمان وصفنا الفيلم عبارات بسيطة جمل بسيطة لاحزنا فيها علامات الترقيم وازي ما احنا معتدين ان احنا بنقول اكتر من خامس جمل ربما يكون فيه اخطاء ما تنقصش ايه درجة نمبر ايت هنا بيقول ايه بعد شوية زفارميك ده علامات الترقيم للجملتين التالياتين اول حاجة did mona and kareem visit a friend yesterday نبدأ اول حاجة حرف دي ده يبقى كابتر انه بداية الكلام طيب بعد كده في اسم شخص هنا مين مونة يبقى الام دي تبقى كابتر وفي اسم حد تاني كريم يبقى الكا دي تبقى كابتر طيب خلصنا ادي اخر حاجة ده سؤال سؤال يعني ينتهي بعلامة استفهام طيب التانية what did kady do on tuesday what اول حاجة دي دي تبقى كابتر طيب بعد كده kady ده اسم شخص يبقى نحط kady silent طيب يا ميس في بعض الاسماء احنا منعرفهاش اسماء الاشخاص احنا منعرفهاش طيب هنعرفها ازاي ان ده اسم شخص هنشوف ترتيب السؤال ده سؤال بادئ بكلمة استفهام بعضه على طول الفعل المساعد اللي هو ايه did يبقى احنا كترتيب السؤال اللي احنا حافظينه كلمة استفهام فعل مساعد فاعل ودي فاعل اصلي يبقى ده الفاعل طالما ده فاعل يبقى ده اسم شخص طالما ما جاش ضمير من الضمائر السبعة اللي احنا عارفينه من ضمائر الفاعل يبقى ده ايه اسم شخص kady do on tuesday تيوزدي ده اسم من ايام الاسبوع يبقى لازم كمان ده يبقى بحارف كابتل يبدأ t ده حارف كابتل طيب ده سؤال يبقى خلصنا هنحط علامة استفهام كده وصلنا لصفحة 191 خلصت الوحدة الرابعة كلها بامتحانتها نلقاكم على خير ان شاء الله في الوحدة الخمسة وباقي دروس المنهج تابعونا على قناة انجليز اتدائي مع مسانا يا السمان والسلام عليكم ورحمة الله